في قلب الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تأسست جامعة الأمير سلطان كأول جامعة خاصة غير ربحية وفتحت الآفاق لنموذج جديد للتعليم في المملكة تشتهر جامعة الأمير سلطان بتمييزها في برامجها التعليمية والاعتراف بها من قبل هيئات ومنظمات الاعتماد المحلية والدولية كما حصلت جامعة الأمير سلطان على الاعتماد المؤسسي وكذلك اعتماد ثمانية من برامجها التعليمية في السنوات القليلة الماضية أولت جامعة الأمير سلطان بشكل متزايد اهتماما وتركيزا غير مسبوق للأبحاث حيث عملت على توفير بيئة بحثية فريدة من نوعها مع العديد من المرافق والموارد كما تبنت استراتيجية لا مركزية لحكمة البحث من خلال منح الكليات استقلالها في الشؤون المالية واتخاذ القرارات المتعلقة بحضور المؤتمرات وتقييم مقترحات المشاريع ومعامل الأبحاث ما درت جامعة الأمير سلطان في طبعا التركيز على البحث العلمي في خطتها الاستراتيجية الثالثة جامعة الأمير سلطان لا شك أنها أنجزت الآن خلال العشرين سنة الماضية تميز وتفوق في الجانب الأكاديمي والآن في الوقت الثالث الجامعة الآن تركز على الجانب البحث العلمي وطبعا صممت سياسات بحثية جديدة تعزز الأنشطة البحثية وطبعا توفير بيئة بحثية مستدامة ومنتجة ولذلك لقد أنشأنا 12 معامل بحثية كلها ذات علاقة طبعا في الكليات والتخصصات الموجودة بجامعة الأمير سلطان ودعمت هذه المراكز البحثية بباحثين دوليين مستقطبوا من الجامعات عالمية ومن الجامعات التي لها علاقة بجامعة الأمير سلطان للعمل المشترك في الجانب البحثي مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأمير سلطان وخلال هذه الفترة الآن لأن بدأت استراتيجيتنا 2018 خلال السنتين الآن وشوي فعلا حققنا تميز في الانتاج البحثي مع تمنياتي للجميع بالتوفيق عندنا في جامعة الأمير سلطان في حدود 12 معاملا بحثيا وحقيقة المعامل هذه هي تمثل نواة البحث العلمي في الجامعة أو تمثل هوية البحث العلمي في جامعة الأمير سلطان لأننا نؤمن أن البحث العلمي لا يمكن أن يكون بطريقة منفردة وإنما هو نتاج تعاون الباحثين فيما بينهم لذلك حرصنا أن نوفر البيئة المناسبة للباحثين والتي تتمثل في إنشاء معامل بحثية متخصصة ووزع على كل الكليات بدون استثناء وهذه المعامل تعمل مع بعض في الباحثين يعملون مع بعض لإنتاج مخرجات بحثية متميزة وهذا ما تؤكده المنشورات العلمية التي قاموا بنشرها في السنوات الأخيرة أيضا من أهم المبادرات التي أطلقناها في مركز البحوث المبادرات بجامعة الأمير سلطان هو إنشاء برنامج لاستقطاب الباحثين المتميزين والآن عندنا هذا البرنامج استقطاب العديد من الباحثين المتفرغين للبحث العلمي سواء طلبت مرحلة ما بعد الدكتوراه وما يعرف بالبوست دوك أو أيضا طلبت الدكتوراه الزائرين وعندنا أيضا باحثين على رتبة ريسيرش أسيستنت باحث مساعد أو مهندس بحث ريسيرش إنجينير أيضا عندنا سينيور ريسيرشر باحث بارز وغيرهم وهؤلاء الباحثون يعملون بشكل متفرغ بدون أعباء إدارية وبدون تدريس وذلك لدعم عجلة تطور الباحث العلمي بجامعة الأمير سلطان تم إنشاء مركز البحوث والمبادرات لإدارة الأنشطة البحثية بفاعلية في جامعة الأمير سلطان ولتوفير الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لإجراء أبحاثهم لا يمثل المركز كيانا إداريا فحسب بل يمثل أيضا مركزا بحثيا يوفر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين موارد تتمثل في الأجهزة والبرامج والإرشاد والتوعية وورش العمل التي تعد لبناء القدرات البحثية بالإضافة إلى الدعم الفني والتوجيه نظرا لأهمية العمل الجماعي والحاجة إلى كيانات بحثية تجمع الباحثين ذوي الاهتمامات البحثية المشتركة فقد أنشأت جامعة الأمير سلطان أحد عشر معملا بحثيا أساسيا متعدل التخصصات ومجموعات بحثية بقيادة خبراء في مجالاتهم حيث تحتوي هذه المعامل على أحدث المرافق والموارد الموزعة على ست كليات بالجامعة بالإضافة إلى ذلك يوجد في معامل الأبحاث الأساسية باحثون متفرغون من كبار علماء الأبحاث إلى زملاء ما بعد الدكتوراه ومساعدي البحوث ومهندسي الأبحاث وطلاب الدكتوراه الزائرين يعتبر معمل روبوت وإنترنت الأشياء أول معمل يتم إنشاؤه في الجامعة وهو معمل أبحاث متعدل التخصصات يجري أنشطة بحثية عالمية المستوى حول الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والأنظمة الجوية غير المأهولة والروبوتات المتنقلة وإنترنت الأشياء كما يحتوي المعمل على مجموعة متنوعة من الباحثين والمطورين المتميزين المتفرغين الذين ساهموا في العديد من المشاريع بما في ذلك أنظمة التعرف على الوجه في الوقت الفعلي والتعرف على لوحات المركبات وتحليلات المرور الذكية باستخدام الطائرات بدون طيار والزراعة الذكية والمسح الجوي ومشاريع المسح التصويري بالإضافة إلى إنترنت الطائرات بدون طيار يقدم معمل الروبوتات وإنترنت الأشياء خدمات استشارية للعديد من الشركات في المملكة وحول العالم كما أنشأ العديد من المشاريع التدريبية على الطائرات بدون طيار وأنظمة تشغيل الروبوت والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها ويعتبر المعمل أيضا حاضنة للأفكار المبتكرة ويوفر التوجيه والإرشاد للطلاب لبدء البحث تم إنشاء معمل هندسة الأمن السيبراني في منتصف عام 2019 حيث يقوم المعمل بتحفيز وتعليم وتدريب جيل جديد من الباحثين والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني لإنتاج خبراء في التقنيات والأنظمة الإلكترونية تم تجهيز المعمل بالكامل بأجهزة كمبيوتر محمولة وخوادمة وشاشات ذكية كما تم عزل المعمل في نطاق منفصل لإجراء تجارب الأمان والهجمات الإلكترونية بشكل آمن لدى المعمل العديد من مشاريع الأمن السيبراني المتعلقة بحماية الأجهزة المحمولة والشبكات والبرمجيات كما يساهم المعمل في إنتاج ونشر العديد من المقالات البحثية وقواعد البيانات والأدوات كما يقوم المعمل بالتعاون مع المجموعات والمراكز البحثية الأمنية المحلية والدولية بالإضافة إلى الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية بهدف التمييز في إنتاج الحلول الأمنية على مختلف النطاقات يهدف معمل هندسة الأمن السيبراني بشكل عام إلى المساهمة بشكل كبير في توفير الخدمات الأمنية التعليمية والبحثية والتواصلية والشراكة على الصعيدين المحلي والدولي معمل الذكاء الإصناعي وتحليلات البيانات هو معمل أبحاث متداخل التخصصات ومتعدل التخصصات في جامعة الأمير سلطان لدى المعمل باحثون متفرقون ومتميزون للغاية يعملون في المشاريع في مجالات البحث المتقدمة المطلوبة بما في ذلك المعلومات الصحية التعرف على الوجه والقزحية والمشية إنترنت الأشياء الطبية شبكة استشعار الجسم اللاسلكية تعدين النصوص تصاميم للوحة معلومات تفاعلية للكشف عن فيروس كورونا المستجد والتنبؤ به يتعاون المعمل كذلك مع المنظمات الدولية بما في ذلك جامعة ستاندفورد ومؤتمر النساء في علم البيانات السنوي بالولايات المتحدة وعلوم البيانات لبرنامج التوعية للمدارس كما تم تقديم برامج الشهادات المهنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي وأمن المعلومات لأعضاء جامعة الأمير سلطان والمجتمع يعد معمل الأنظمة المستقلة الذكية الناشئة معملا بحثيا شاملا سريع الاستجابة مفتوحا للجميع يتكيف ويتأقلم مع ديناميكيات تقنية المعلومات واحتياجات المجتمع حيث يعمل الأعضاء في فرق متعدلة لإجراء البحوث التطبيقية والنظرية في المجالات الهامة حسب الدورة والأولويات مجالات الاهتمام للمعمل تتضمن الأنظمة المستقلة اللامركزية وسلسلة الكتل وعلم البيانات والتنقل والبيانات الضخمة والسحابة الذكية والأنظمة الذكية والتعلم العميق والواقع المعزز وتفاعل الإنسان والحاسوب والتصوير التجسيمي ومعالجة اللغة الطبيعية وروبوتات المحادثة والرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور معمل الطاقة المتجددة هو أول معمل بدأته كلية الهندسة في يناير 2020 لإجراء أبحاث علمية عالية الجودة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لتلبية متطلبات المجتمع حيث تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المعمل في توفير بيئة بحثية صحية داخل جامعة الأمير سلطان والمملكة وتطوير خبرة كافية في مجال الطاقة المتجددة وجذب رعاة الصناعة والتمويل الحكومي وتوفير التدريب للصناعة يحتوي معمل الطاقة المتجددة على أحدث موارد البحث بما في ذلك تايفون هيل ومحاكي كروم سولار وإلكترونيات التيار المتردد وأحمال التيار المباشر بالإضافة إلى وحدات المحول كما يتعاون المعمل مع الصناعات والجامعات الدولية بما في ذلك شركة اتصالات الطاقة والتقنيات ومجموعة كونتر وجامعة ألبورغ ومعهد فيلوري للتكنولوجيا وجامعة مالايا تأسس معمل أبحاث المنشآت والمواد في عام 2020 لتعزيز بيئة البحث العلمي في جامعة الأمير سلطان من خلال التعاون المحلي والدولي مع الشركاء الصناعيين والأكاديميين في المجالات متعددة التخصصات المتعلقة بالإنشاءات والمواد والمركبات والهندسة الجيوتقنية وهندسة النقل وعلى الرغم من عدم مرور وقت طويل على إنشاء المعمل فقد أظهر فريق المعمل إنتاجيته من خلال نشر أعماله البحثية في العديد من المجلات العلمية المحكمة والمشاركة بنشاط في المؤتمرات وتقديم البرامج التدريبية وأيضا تأمين التمويل الداخلي والخارجي لمشاريعهم كما نجح فريق المعمل في جذب العديد من أوجه التعاون الرئيسية بما في ذلك أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين بالإضافة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة يجري معمل أبحاث اللغويات التطبيقية أبحاثا متعددة التخصصات في تعلم اللغة وتدريسها وتحليل الخطاب والبرغماتية وعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي ولغويات الجسم والمفردات واللغة المعادلة والتواصل المهني واللغويات التربوية ولدى المعمل العديد من الباحثين المتميزين المتفرغين كما يتم توظيف الموارد من الدرجة الأولى بما في ذلك مجموعة اللغات المتقدمة وبرامج وقت ردة الفعل وتكنولوجيا تتبع العين كما يجري وينشر أعضاء المعمل أبحاثا عالية الجودة حول اللغويات التطبيقية وقد قام المعمل بإقامة علاقات تعاون مع باحثين متميزين في جميع أنحاء العالم تضم عمادة الخدمات التعليمية مجموعة بحثية واحدة وهي مجموعة طرق التحليل اللاخطي في مجموعة أبحاث الرياضيات التطبيقية تعتبر طرق التحليل اللاخطي في مجموعة أبحاث الرياضيات التطبيقية إحدى المجموعات البحثية الرائدة في مجال الرياضيات البحثة والتطبيقية، ويجدر الإشارة إلى أن المجموعة نشرت أكثر من 200 مقال في مجلات عالية التصنيف، علاوة على ذلك لدى المجموعة العديد من سبل التعاون مع باحثين من جامعات رفيعة المستوى حول العالم. ترحب جامعة الأمير سلطان بالباحثين المتميزين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا والمساهمة في تعزيز التمييز البحثي في الجامعة.